نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية تستمر سبعة أيام بغربي الإسكندرية القافلة تقدم خدمات طبية مجانية بما في ذلك الكشفات الطبية وتوفير النظارات الطبية بشكل مجاني وبإجراءات ميسرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ولضمان حياة كريمة للمواطنين جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتواصل في المحافظات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الحياة الكريمة لها وفي ضوء ذلك نظم التحالف قافلة طبية بغرب الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي المنطقة بما في ذلك الفحوصات الطبية النهاردة اليوم الغابع لنا في محافظة الإسكندرية مستهرفين أن نكشف على 5000 حالة تقريباً كشف والعلاج والعمليات والنظارات كل الخدمات بتتقدم مجاناً النهاردة زي ما قلت حركت معنا قافلة متخصصة في الرمض وانبارح كان موجود معنا خمس تخصصات بطنة وعزام وجلدية وأطفال وأنفوزن وحنجرة القافلة الطبية بغرب الإسكندرية تقدم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين من فحص وعلاج وتدخل جراحي بالمجان جيت هنا في القافلة الطبية لف عبدالقادر وطبع التحالف الوطني وكشفت نظارة وكشف مية مية كويس والله الحمد لله وربنا يبرك لك يا رب وكل حاجة بنزا وما خدوش مننا فلس ولا أي حاجة سمعت بالكافلة جيت جبت سول بطاعت وحطيت رقم تليفوني وكشفت الناس ده قطرة ما شاء الله يعني كشفه وقالولي أنت عايز عملية أنت عايز عملية ولا عايز نظارة طولي أنا عايز نظارة عشان السن كبير ومش هستحمل العملية فنهيت ورح تعطيهم وطلعت وقالولي النظارة كمان أسبوعين وهتيجي تستلمها هنتصل بسيادتك هنجي نستلم جهود كبيرة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف ربوع الوطن بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة تنفيذا لتوفيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين